مؤشر الخطر يرتفع على الحدود الأوكرانية الرومانية إذ تلامس خطوط النار في المواجهة بين روسيا وأوكرانيا البلد المجاور رومانيا العضو في الناتو ومنذ انسحاب روسيا في يوليو الماضي من اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب كثفت موسكو هجماتها على الدنوب وتحديدا المنطقة التي تضم بنا تحتية وموانئ تستخدم لتخزين الحبوب وتصديرها لكن المنطقة المستهدفة بالقصف الروسي تقع قرب الحدود مع رومانيا وقالت السلطات الأوكرانية أن لديها أدلة على سقوط مسيارات روسية في الأراضي الرومانية في المقابل نفت بوخارست وبشكل قاطع هذه الأنباء عبر وزارة الدفاع التي قالت في الوقت ذاته أنها تراقب الوضع عن كثب أما الرئيس الروماني فأكد أن هجمات جديدة في أوكرانيا المجاورة جاءت قريبة جدا من حدود بلاده أستطيع أن أؤكد لكم عدم وصول أي مسيرة أو جسم آخر إلى رومانيا لدينا سيطرة كاملة على مجالنا الجوي لقد تحققتم من كل شيء تماما ويمكنني طمأنة المواطنين لم يصل أي شيء إلى رومانيا لكن نعم نحن قلقون لأن هذه الهجمات تقعوا على مسافة قصيرة جدا من الحيود الرومانية لقد شهدنا هجمات على بعد ثمانمائة متر من حدودنا إنها قريبة جدا ومع ذلك نحن في حالة تأهب نحن متأهبون ولدينا دفاع جيد جدا داخل النيتو التصريحات الرومانية تأتي في وقت تتكرر فيه الهجمات الروسية على موانئ في منطقة أوديسة ومنها ميناء إسماعيل وتقول كييف أن القصف تسبب في أدرار واسعة النطاق للبنية التحتية بعدة مباني في محيط إسماعيل جنوبي غرب أوديسة قرب الحدود مع رومانيا أما موسكو فتقول أنها تستهدف مستودعات وقود وذخيرة تستخدمها القوات الأوكرانية في عملياتها ضد روسيا وتحديدا في القرم لكن ومع تكرار القصف الروسي للمنطقة الاستراتيجية الحدودية تبقى المخاوف قائمة من وصول النيران للأراضي الرومانية ومعها قد يضطر نيتو للدخول في معادلة صراع يسعى الحلف منذ بدايته الابتعاد عنه وانفرضت عليه الجغرافيا الاقتراب اشتركوا في القناة